اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عواد شفت فيديو لطيف قوي لبنوتة صغيرة بيسألها باباها يا ترى ايه اكتر حاجة محياراكي عن الكبار البنت بعفوية قالت ازاي النوم بيصحوا من النوم مش مرتحين بيصحوا من النوم تعبنين وفكرت كده قلت صح ايه ده ده انا فعلا فيه ايام كتير جدا ببقى نايمة كويس يعني عدد كويس من الساعات ومع ذلك بقوم تعبانة جدا جدا من النوم وقعدت سألت اصدقائي ولقيت ان ده حاجة كامة النوم فعلا بيصحوا من النوم تعبنين جسمهم مكسر مش فيقين الكلام ده كله فابتديت ادور ودعبس لقيت ان الراحة لا تعني النوم وان فيه فرق ما بين الراحة والنوم وان الانسان محتاج عدد من الراحة سبع انواع من الراحة اتكلمت عنهم دكتورة اسمها سوندر دالتون سماث دكتورة سوندر سوندرا قالت ان الانسان عشان فعلا فعلا يكون مرتاح ويحافظ على صحته محتاج سبع انواع من الراحة فحتى لو كنا بننام او بننال قسط كافي من الراحة لو احنا مش بننال الانواع الاخرى من الراحة برضو هيكون عندنا تعب وارهاق وهيبقى تقطنا مستوها منخفض ومش بس كده انا لاحظت ان احنا لما بنقول ان احنا تعبانين ومرهقين احيانا بينظر لموضوع التعب والارهاق ده نظرة اعجاب لان ده معناه ان احنا بنشتغل كويس او ان احنا متفوقين او ان احنا نجحين او ان احنا مطلوبين في شغلنا وبقت شكاوي التعب والارهاق المزمن بقت منتشرة جدا 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 لان احنا فقدنا فهمنا الصحيح للراحة النوع الاول من الراحة هي طبعا الراحة الجسدية اللي دايما مرتبطة بالنوم وفي نوعين من الراحة الجسدية ودي كانت معلومة جديدة بالنسبالي وهي ما يسمى بالراحة الجسدية الغير نشطة والراحة الجسدية النشطة او بيسموها التصالحية وده يمكن كان اكسبراشن حلوة جدا جدا ان طبعا الراحة الجسدية الغير نشطة اللي هي منلي النوم ان احنا بنكون في وقت جسمنا ممدد عضلاتنا مرتخية تماما جسمنا ما فيهوش اي نوع من النشاط عشان كده اسمها راحة سلبية او راحة غير نشطة الراحة بقى النشطة او التصالحية ده بيكون فيها نوع من الحركة نوع من النشاط ولكن نشاط ريجوفينيتنج يعني مجدد للحياة في الجسد زي اليوجا مثلا زي التدليك او المساج دي كلها علاجات تأهيلية نشطة للجسم تصالحية وكلمة تصالحية هنا لطيفة قوي ده معناها ان الجسم بيعيد بناء نفسه فبيعيد التصالح مع نفسه وبيعيد قوته تاني فاحنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا هذين النوعين من الراحة الجسدية محتاجين ان احنا ننام او مثلا فيه ناس بتمدد او بيبقى فيه قيلولة او غفوة بالنهار او الكلام ده كله وده اللي هي الراحة الجسدية الغير نشطة ولكن برده لازم يكون فيه يوجا لازم يكون فيه مساج لازم يكون فيه نشاط يجدد الدورة الدموية ينشط الدورة الدموية يساعد الجسم على زيادة المرونة مرونة العضلات والكوننكتورز بين المفاصل النوع التاني من الراحة هي الراحة العقلية طبعا انا واحدة من الناس ما اقدرش ابتدي يومي الا بان انا اشرب قهوة عشان نصح صح عشان نفوق فيه اوقات مثلا بتعدي علينا بنبقى مش قادرين نركز بنبقى عندنا حالة كده من الاستثارة ارفانين متضيقين اقولك خلقه ديق كمان ممكن تيجي علينا فترات مش قادرين ان احنا نفصل مخنا لما نحط راسنا على المخدة مش كل الناس عندها القدرة النهية ومش تقفل مخها وتنام فيه ناس يعني بتحط راسها على المخدة وتقاوم وتعافر شوية شوية انها تقفل مخها فيه ناس ما بتروحش اصلا تنام الا لما بتكون وصلت لدرجة كبيرة جدا جدا من الانهاك فيه ناس يعني بالغلط كنت مفكرة انهم عندهم هذا التصالح مع الذات انه اول ما يحط راسهم على المخدة يناموا لكن برضو لما قريت اكتشفت ان لما الجسم يكون فيه حالة شديدة جدا جدا من الاعياء كأن الواحد بيغم عليه فعدم قدرتنا على التركيز خلال النهار في نفس الوقت عدم قدرتنا على اسكات مخنا من ان هو يفضل يفكر ويفرض في التفكير ده معناه ان احنا ما عندناش قسط كافي من الراحة العقلية طيب نعمل ايه علشان ننال القسط الكافي من الراحة العقلية ان احنا نجدول على مدار يومنا فترات من الراحة العقلية المتعمدة ان انا اوقف الشغل على البروجيكت اللي انا بشتغل عليه او التاسك اللي انا بشتغل عليه او المذاكرة اللي انا بعملها واريح دماغي وهنا بقى فيه مشكلة ان احنا ما بنعرفش نريح دماغنا لما بندخل على الفيسبوك او الواتساب او الكلام ده ده مش راحة لدماغنا لان برضو فيه نشاط وفيه تفكير اي نعم غير منتج ولكنه برضو نشاط وتفكير لعب الجيمز مع ان احنا نتخيل ان احنا كده بنرتاح عشان افصل ولكن التفكير اللي بنبزله علشان نحل جيم علشان نحقق سكور الكلام ده كله مع انه غير منتج ومش مهم ولكن بيستهلق قصد كبير جدا 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 من طاقتنا العقلية فنعمل ايه بقى؟ مثلا نقرأ حاجة خفيفة مش محتاجة تركيز جامد قوي 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 فيه ناس مثلا لما تقرأ روايات ده ما بيحتاجش منهم تركيز جامد قوي غير مثلا اللي بيعملوه في انه يلعب جيمز او انه يتابع الحاجات اللي موجودة على السوشيال ميديا كل واحد فينا يفكر في نشاط هادي ما بيستهلقش طاقته العقلية علشان فعلا فعلا نحقق الراحة العقلية النوع التالت من الراحة هي اسمها أو الراحة الحسية احنا كل واحد فينا عنده خمسة حواس الا اذا حد فينا مصاب بحاجة يعني اصابت حاسة معينة زي حاسة النظر او حاسة اللمس او حاسة الشم لكن كل حاجة حوالينا بتحدث استثارة في الحواس المختلفة لنا في عينينا في ودننا في الحاسة الشم في اللمس وللأسف الأضواء الساطعة اللي احنا بنبقى عايشين فيها الدوق اللي جاي من الشاشات شاشة الكمبيوتر او شاشة السيلفون كمان الضوضاء اللي حوالينا دي كلها بتعمل احمال على حواسنا فحواسنا المختلفة بتبقى شغالة 24 ساعة احيانا الدوضاء اللي بتبقى في الشوارع الدوضاء اللي بتبقى في البيوت يعني مثلا لو سكتنا كده وسكت خالص هتلاقي ان فيه أصوات جاي لنا من حوالينا مع ان الدنيا سكتة هتلاقي صوت جاي من التلاجة هتلاقي صوت جاي من مروحة هتلاقي صوت جاي من عند البوتاجاز كل الأصوات دي طبعا إلى جانب الأصوات الحقيقية بتاعت الناس وهي بتتكلم مع بعض الأصوات اللي جاية من التليفزيون الأصوات اللي بنسمعها واحنا بنتفرج على حاجة كل دي حاجات بتعمل استثارة فلازم يبقى فيه أوقات نوقف فيها الأضواء ونقعد شوية في أضواء خافتة نمنع الضوء الأزرق اللي جاي من الشاشات المختلفة شاشة التليفزيون شاشة اللابتوب شاشة السيلفون لأن كل دي بتعمل أحمال على حواسنا النوع الرابع بيسموه الراحة الإبداعية والإبداع هنا بيكون في أن احنا بنعمل شيء مبداعي يعني بنخترع شيء جديد أو بنعمل حاجة جديدة أو أننا بنحل مشاكل فبنستهلك طاقتنا الإبداعية دي على مدار اليوم في مثلا الطبخ في الكتابة في الكلام في حل المشاكل في عمل الشغل بتاعنا فلازم يكون فيه فترات بنعطل هذا الإبداع طبعا كلمة إبداع لما نسمعها كده نقول إيه ده بس أنا ما برسمشي بس أنا ما بعملشي لوحات بس أنا مثلا مش بألف مزيكة يمكن إحنا ما بنعملش الكلام ده ولكن طول الوقت إحنا بنحل مشاكل والمشاكل مش لازم تبقى مشكلة كبيرة خدوا بالكم من الكلام هنا هو حل المشاكل معناه إيه لو أنا بفكر فيه حطبخ إيه النهار ده دي تعتبر مشكلة لما أقرر حطبخ إيه وروح أطبخه ده حل للمشكلة فاحنا طول النهار في هذه الأعباء اللي بتنتص جزء من طاقتنا الإبداعية عايزة نظف عايزة ألاقي حل مثلا لحاجة مش بتقفل في البيت فيه كرسي بيعمل صوت تزهيق فيه كذا فيه كذا فلازم نعمل خلال اليوم فترة مستقطعة نطلع برا نخرج نتمشى نروح جنينة نروح لمكان لطيف مكان نستمتع بيه نستمتع فيه بالإبداع سواء الطبيعة أو مكان مثلا زي مدحف أو سماع مزيكة أو الكلام ده كله لأنه بيدي راحة لمخنا إنها تقعد طول النهار تحل في مشاكل تحل في مشاكل تحل في مشاكل تحل في مشاكل نحن بس لكن بتكون متعلقة بالآخرين كمان زميلة جات في الشغل بتحكي عن مشاكلها مع زوجها وإحنا بنحاول نتكلم معاها وننصحها ونقولها الكلام ده ده بيستهلك جزء من طاقتنا الإبداعية في إبداء الرأي وإن أنا أدي رأي أو أدي نصيحة أو الكلام ده كله شخص بيطلب مني أساعده في حاجة مهينة مذكرتنا مع الولاد دي بتستهلك جزء من طاقتنا العقلية والإبداعية مع بعض فلازم ندي لنفسنا ونجد ولنفسنا فترات راحة ما بفكرش في حل مشكلات الحاجة التانية كمان إن أحدد مدى قبولي وانخراطي في مشاكل الآخرين لأن ده برضو بياخد جزء من طاقتي العقلية والإبداعية النوع الخامس هو الراحة العاطفية ويمكن أنا تكلمت قبل كده إن المشاعر المختلفة والعواطف المختلفة اللي إحنا بنعدي بيها إحنا يعني افتراضيا بنصنفها على إنها مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية ولكن حتى المشاعر الإيجابية بتستهلك جزء من طاقتنا العاطفية والمشاعر السلبية دي مش مشاعر وحشة ولكن هي مشاعر بتنبهنا لحاجة معينة بتنبهني إن هذا الأمر خطر مثلا فلا أقدم عليه إن هذا الأمر فيه شيء مش مظبوط فبقى حس بالغضب فطول الوقت إحنا مشاعرنا قاعدين عملين بنطلع من شعور لشعور بنخرج من عاطفة لعاطفة فلما بنعبر عن هذه المشاعر بشكل صح ما بنرهقش طاقتنا العاطفية لما بنفشل في التعبير عن مشاعرنا دي أو بنعبر عنها بشكل غلص زي الغضب مثلا يجي نوبة شديدة جدا من الغضب تبص تلاقي الواحد ضغطه عليه تلاقي السكر تزبزب في الدم تلاقي عضلاته تشدت وتشنجت وتحس إن في عضلاتك في أنحق جسمك بتوجعك أحيان كتير عدم قدرتنا ومهارتنا في التعبير عن مشاعرنا بشكل صح بتستهلك طاقتنا العاطفية فلازم نعود نفسنا ونعلم نفسنا وحدة وحدة إزاي إن إحنا نعبر بشكل صحيح عن مشاعر أنا أعرف ناس لما بتفرح قوي 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 بيغم عليها وده مش نوع من التصنع منهم ولكن هو عدم قدرة على التعبير عن مشاعرهم بشكل متزن ما يحط شعب على جسمهم ولا على عقلهم كمان كتمان المشاعر برضو لأننا أحيانا بنبقى خايفين إن إحنا نعبر عن هذه المشاعر خايفين إن إحنا نقول إن إحنا مستقين خايفين إن إحنا نقول إن إحنا مضغطين خايف أقول لمديري إن أنا مش هقدر أخلص التقرير في الوقت دو مش قادر أواجه حد في حياتي وأشرح له شعور معين أنا بحس فيه طبعا الموضوع هياخد مننا وقت في تدريب أنفسنا على التعبير الصحيح عن مشاعرنا لكن لما أكتب وأرتب أفكاري وحتى أقرأ اللي أنا كتبته ده يمكن يساعدني في إن أنا لما أتحط في موقف معين أقدر أني أشرح مشاعري وعبر عن مشاعري بطريقة صحيحة وده يدخلنا في نوع من أنواع الراحة النوع السادس هو الراحة الاجتماعية أنا كنت مدركة هذا الأمر ولكن مش قادر أسميه فطبعا أنا عملت فيديو قبل كده عن مصاصي الطاقة الناس اللي بيمتصوا طاقتنا واكتشفت إن في نوع من أنواع الراحة بيطلق عليه الراحة الاجتماعية متعلق بالناس اللي في دايرتنا الاجتماعية وتأثير هؤلاء الأشخاص علينا وتأثيرنا إحنا كمان عليهم ففي حياتنا هتلاقي نوعين من العلاقات علاقات منعشة تحس كده إن لما تقابل هذا الشخص أو لما تتكلم مع هذا الشخص كأنك خفيف كأنك استمديت طاقة وفي علاقات مرهقة طبعا إحنا نفسنا ممكن نكون يعني مصدر بهجة وإنعاش وحاجة كويسة لبعض الأشخاص ومصدر يعني يعني بنستهلك طاقتهم وبنأثر عليهم وممكن يكون تأثيرنا دا على جوازتنا تأثيرنا دا على أولادنا تأثيرنا دا حتى على مدرقنا وعلى الناس قبل ما نشتكي من تأثير الآخرين علينا لازم نقف وقفة ونقيم تأثيرنا إحنا على الآخرين لأن تأثيرنا على الآخرين بيحدد نوعية العلاقة بيننا وبينهم وتأثيرنا على الآخرين برضو بيستمد جزء من طاقتنا إحنا يعني أنا لما أشتكي في ناس بتبقى فرحانة بالشكوى أدمانة الشكوى فبتبقى عبق على الآخرين ولكن في نفس الوقت بتبقى عبق على نفسها لأن الشكوى المستمرة واجترار الحاجات الوحشة اللي في حياتنا دايما بيحطنا في مود وحش فيبقى تأثير سلبي على الآخرين من حوالي وعلي أنا شخصيا فلازم نفكر في علاقتنا ونبتدي بالعلاقات القريبة قوي 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 أهلنا عائلتنا جوزي مراتي أولادي الناس اللي أنا بتعامل معاهم يوميا في محيط العمل مثلا وأقيم هذه العلاقات وأقيمها من الناحيتين تأثيرهم علي وتأثيري عليهم وابتدي أحط حدود فاصلة وده يمكن يفكرني بفيديو برضو عملته عن الحدود الفاصلة فيعني أنا تنبهت للموضوع دوة وخدت بالي منه وتكلمت عنه كتير وزبطت حياتي ولكن ما كنتش أعرف أن فيه ما يسمى بالراحة الاجتماعية اللي لما ما بيبقاش عندنا قسط كافي من الراحة الاجتماعية ده ممكن يترجم في حياتنا على إرهاق على تعب وإن إحنا في حالة مزمنة من هذا الإرهاق وهذا التعب النوع الأخير بقى هو الراحة الروحانية وطبعا يعني أنا بتجنب الكلام عن الروحانيات لأن ده بيبقى داخل فيه جزء كبير من معتقداتنا الدينية والروحانية حاجة والدينية حاجة أخرى ممكن لأن الدين عندنا بينقسم لحاجات كتيرة فيه معتقداتنا فيه عباداتنا فيه أرأنا فيه إزاي بنسير حياتنا ففيه جزء كبير قوي من الطاقة الروحانية نابع على اتصالنا بقوة أكبر ربنا سبحانه وتعالى فيه ناس تقولك اتصالي بالكون بيسموها مسميات مختلفة أي إن كانت المسميات لما كل واحد فينا يشعر إن الجزء من حاجة أكبر وحاجة أعظم وإن فيه اتصال مباشر بيني وبين الخالق الأعظم ربنا سبحانه وتعالى خالق الأكوان ويبقى فيه نوع من الخل والروحانية اللي فيها بتكلم مباشرة مع الخالق الأعظم وأحس كده بالهدوء ما حسش إن أنا الوحدي ما حسش إن أنا وحيد في هذه الحياة ما حسش إن حياتي ضيعة سودا وهباء لا إن ربنا سبحانه وتعالى عايز مني شيء معين عايز مني حاجة معينة لما يبقى فيه نية من جوايا لما يجي أعمل عمل إني أهب ثواب هذا العمل لربنا سبحانه وتعالى أنا بعمل هذا العمل عشانك يا رب أنا بأجيد عملي عشانك يا رب أنا بأخلص في علاقاتي علشانك يا رب بننال هذه الراحة الروحانية اللي بتلاقيها بتنعكس بعد كده في حياتنا فنبقى غير مصابين بالإرهاق الشديد وبالتعب طبعا أنا هنا مش بقلل من إن في بعض المشاكل الصحية اللي ممكن تسبب إحساسنا بالتعب والإرهاق المزمن حتى أصبحت متلازمة طبية بيتكلموا عنها ولكن الفيديو بتاعي النهاردة دعوة لنا إن إحنا نمسك كده ونقيم حياتنا في السبع أوجه دي في السبع أنواع من الراحات دي ولو لقينا خلل في حتة معينة أبتدي أحط لنفسي بعض الخطوات إن أنا أعالج هذا الخلل ولما يحصل هذا التوازن في السبع مجالات المختلفة دي وأحصل على قسط الراحة المناسب الكافي هقدر أقلل من إحساسي الدائم بالتعب والإرهاق أرجو إن كلامي يكون مفيد وإن أنتوا يكونوا استفدتم أنا شخصيا استفدت كتير قوي ياريت تكتبولي تحت في التعليقات إيه الجانب النائس في حياتك أو في حياتك وحتعمل إيه علشان تنال الراحة الكافية في هذا الجانب أشكركم أشوفك قريب إن شاء الله